دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا المغرب يعلن عودة العلاقات مع ألمانيا طبعا كان هناك سجلات دبلوماسية قوية بين الدولة المغربية وألمانيا وتم سحب السفير أو الممثل الدبلوماسي المغربي من الأراضي الألمانية بعد موقف الدولة الألمانية من قضية الصحراء الغربية وهو أمر رأته الدولة المغربية بأنه يخالف قطعا التوجهات لديها والحقوق التي بالفعل مكفولة لديها من سيادتها على كامل وكافة أراضيها لذلك العلاقة شبه نوع كبير من التأثر ولكن بعد حديث السلطات الألمانية الجديدة عن أن العلاقات مع الدولة المغربية علاقات استراتيجية وقوية وأن الدولة المغربية شريك اقتصادي واستراتيجي هام بالنسبة لألمانيا كان هناك حديث كثيرة من قبل الدولة المغربية عن عودة جيدة للعلاقات مع الدولة الألمانية وعن إعادة الممثل الدبلوماسي مرة أخرى المغربي للأراضي الألمانية بعد تلك التصريحات الجيدة التي يمكن البناء عليها قطع المغرب الآن في حالة من القوة تسمح لها بالفعل بأن تواجه مثل هذه التوترات الدبلوماسية والأحاديث التي تقلل من سيادتها لأنه بلا شك الدولة المغربية لديها توجهات قوية حيال هذا الشان فيما تعلق بقضية الصحراء الغربي أمام حضرتكم تدوينة للدبلوماسية المغربية ترحب المملكة المغربية بالإعلان الإيجابي والمواقف البناء التي تم التعبير عنها مؤخرا من قبل الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا بلا شك التصريحات جيدة ورائعة للغاية